وشنا هو الحياء إخواني الكرام؟ الحياء قال العلماء في تفسيره قالوا وخلق جميل يحمل صاحبه على فعل المدائح وترك القبائح خلق جميل يحمل صاحبه ويدفعه إلى فعل ياش؟ فعل المدائح، الشيء الممدوح الشيء الجميل من الأقوال والأفعال وترك القبائح ولذلك سبحان الله حصل بصرير رحمه الله فسر قول الله عز وجل يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير قال لباس التقوى هو الحياء قال لباس التقوى هو الحياء الإنسان إذا لابس الحياء فإنه سيتق الله تعالى ما أرفع أن التقوى فعل ما أمر به الشرع وكل ما أمر به الشرع ممدوح وزين وجميل وترك ما نهى عنه الشرع وكل ما نهى عنه الشرع وقبيح ولا يصلح إذن هذا يا إخواني هو تعريف الحياء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا كثيرة بل أولا وصفة من صفات الله تعالى الله يستحي من صفات الله عز وجل الحياء لكن صفات الله تعالى لا تكيف ولا يدرى كيفها لأنه عز وجل عفوا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير